الحقيقة وزي ما الكل متابع أنه الانقسام بيتسع في إسرائيل والوضع الداخلي الإسرائيلي يعني فيه الكثير من الاضطرابات من ثلاثة أسابيع جي وزير الدفاع السابق بني جانس وأحد الأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء الحربي أعلن أنه بيدي مهلة للناتنياهو ثلاثة أسابيع علشان يكون فيه خطة لإعادة الرهائن خطة لليوم التالي في غزة ومجموعة من البنود لو مش هتحصل بيعلن انسحابه من حكومة الطوارئ لشكلها بنيمين ناتنياهو بعد 7 أكتوبر وهو وحزبه يستقيله من الحكومة لو ده ما حصلش المهلة تنتهي غدا إيه اللي هيحصل حاليا قالت هيئة البثة الإسرائيلية الرسميا من المتوقع أنه الوزير يقدم الاستقالة غدا من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والكل منتظر هل هو ده اللي هيحصل لأنه فيه تصاعد لحالة الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة ويمكن وسائل إعلام إسرائيلية كتير بتتحدث على أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين ناتنياهو قد يعلن تفكيك مجلس الحرب لو بني جانتس فعلا هدد نفذ تهديده بالاستقالة وأن حزب معسكر الدولة بقيادة جانتس يجتمع لمنقشة هذا القرار ويمكن هذه التوقعات بتأتي باستقالة جانتس بعد قرب انتهاء المهلة زي ما بكلم حضراتكم إحنا تقريبا بنتكلم على بكرة وما فيش أي تغيرات حصلت من قبل ناتنياهو ويمكن هما بيتهموا بعض ناتنياهو بيتهم بني جانتس بالفشل في طلباته اللي هو طالبها أنه ده يعني منتهى الفشل